اشتركوا في القناة ان شاء الله في اطار مشروع ختمة رمضان 1443 اليوم ان شاء الله هذه نقرأ الحزب التاسع اللي تيبدأ من الآية 85 مصورة النساء باش ان شاء الله الناس اللي يتبعونا الآية راني كتبها الآية 85 مصورة النساء اللي كتب داب الله لا إله إلا هو باش تعرفوا ان مني كيكون هيتبدا شيء آية فيها الله بحال آية الكورسي كنقول بسم الله الرحمن الرحيم سلا ويفولو ديخ الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا ونجمع انكم هنا ما يقيهم تلغيبها فيها تقول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وما نصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا لكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كل ما أردوا إلى الفتناة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا عيديهم فاخذوهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمننا ومن يقتل مؤمنا إلا خطاءا ومن قتل مؤمنا خطاءا فاتحرير رقبة مؤمنة فاتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عادو لكم وهو مؤمن فاتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فادية مسلمة فاتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيى مشرين متتابعين توبة من الله وكان الله عنيما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون من القائلكم السلام استموا منا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكله وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القائدين أجارا عظيما درجات منه ومغفلة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصطعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المصطعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عافوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته ومن يخرج من بيته مهاجرا لله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة فليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فانتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحاتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتات طائفة نخلا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا إذراهم وأسلحاتهم ودى الذين كفروا لو تخفونون عن سلحاتكم وأمتعاتكم فيمينون عليكم ميلة وائدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحاتكم واخذوا حذراكم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة افتكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إنك الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائن خصيما واستغفر الله إن الله كان خوال إن الله كان غفورا رحيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب ما كان خوان نثيم يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله ومأهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هاتما أولئك جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب رثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة وثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لما الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة واعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا منمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك باتغاء مرضات الله فسوف نوتي أجارا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دنيه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آثانا لنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنار جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وما نصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر نووذى وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهون الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبنا تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقومون يتاما بالقسطة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عنيما وإن مرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت لأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتظرها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكينا إي شأ يذهبكم أيها الناس وياتب آخرين وكان الله على كل شيء وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولا قربين إن يكون غنيا أو فقنا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدينوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضل فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليخفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا نليما الذين يتخدون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتغبصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا 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 ألم نكن معكم وإذ كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ونسحوا إذ عليكم وننعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولا ولا إله أولا ومن يضن الله فلا تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتأخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلون الله عليكم سلطانا مبين إن المنافقين في الدرق السفر من النار ولا تجد له النصير إلا الذين تابوا وأصلحوا واحتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجارا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يقوله الله أحد الله الصماد لم يرد ولم يؤولاد ولم يكن له كفوان أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقوله الله أحد الله الصماد لم يرد ولم يؤولاد ولم يكن له كفوان أحد بسم الله الرحمن الرحيم يقوله الله أحد الله الصماد لم يرد ولم يؤولاد ولم يكن له كفوان أحد اللهم إنا أسألك بأن كانت الله الذي لا إلا أنت الأحد صمد الذي لم ييد ولم يولاد ولم يكن له كفو أنا أحد كفينا ما أهمنا كفينا ما أهمنا وما لمن اهتم له من أمر الدنيا وأمر الآخرة اللهم أنزل سكينتك في قلوبنا وزيدنا إيمانا مع إيماننا اللهم رزقنا ساعاتا في الرزق وتجارة لا تابور واكتبنا عندك من السابقين بالخيرات اللهم قابلنا بأفك ولا تقابلنا بعدلك اللهم اجعل القرآن كلم رابع قلوبنا وجل أحزاننا وذهب هممنا وغممنا اللهم اجعل لنا بالدنيا صاحبة في الخبر مونيسا وبين يديك على الصلاة الشفية اللهم اهدينا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا وصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم بارك لنا في صحتنا بارك لنا في عافيتنا بارك لنا فيما رزقتنا أودعي لهم بركتك في أمورنا كلها جعلنا يا رب مباركين أينما رحلنا وأينما حللنا واحتللنا اللهم يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي أحسنها إلا أنت وصرف عنا سيئة فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت اللهم إنا نعود بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نعود بك من الحول بعض الكور اللهم إنا نعود بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وساماتة الأعداء اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأتك ومعلك وجميع سخاتك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فغفلنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصلنا وما أعلنا وما أنت تعلم به مننا Pour les curieux de la jeune السيمونين Et moi n'invité aujourd'hui إن شاء الله pour prendre نرجite بك positif باش يتشيخ إن شاء الله وإن شاء الله يرجع من القرى ديال ديال المدينة ينبته نبات حسنة وولدتنا جميعًا اللهم أنبيتهم نبات حسنة اللهم يربيهم الطريق مستقيم اللهم يرزقهم يا ربي الصحبة الصالحة اللهم أنبيتهم نبات حسنة اللهم ارحمنا ورحم والدين ورحم من علمنا ورحم من ربانا ورحم من كاع منا وفضل علينا ورحم يا ربي موتانا وموتى المسلمين أجمعين ببركتي إِنَّ اللَّهُمَ أَلَيْكَ تَوْ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى سياراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم ملك يوم الدين ياك العبد وإياك السعين هدين الصلاة المستقيم ثلاث الذين نعمت عليهم المغضوب عليهم والضالين آمين سبحان ربك رب زمان يصفون والسلام على المرسلين للعالمين تباك الله عليكم وعلى اللقاء